التغييرات في المسلسل الجديد الراكضون للنيران وقد أعلن سابقا بأن هناك مسلسل درامي أكشن جديد يدعى الراكضون للنيران أولا الشركة المنتجة ليمون فيلم تخلت عن إنتاج المسلسل إلا أن الكاتب ميرتش ديميراي لم يتخلى عن فكرته وقرر عرض السيناريو على شركة الإنتاج الجديدة أونونجو إيف ووافقوا على إنتاج المسلسل ثانيا أصبح اسم المسلسل الشاحن الحمراء دلالة على لون سيارت لإطفاء الحمراء في أغلب الدول والقصة من اسم المسلسل عن الحياة المهانية للعاملين في الإطفاء ثالثا عرض دور البطولة سابقا على الممثلة فرح زينب عبد الله إلا أنها رفضت العرض وتم اختيار الممثلة إسلي أرجان بدلا عنها وسيشاركها بالبطولة الممثل جوركام سيفندك وأسهان شاكير ودينيس حمزة أولو المسلسل سيكون لصالح قناة شاو التركية وسيعرض في مطلع العام الجديد